وزارة لا تتوقف عن طرق أبواب أنقرة وطهران بوفود وأسماء رنانة تذهب وتعود دون الوصول لنتيجة بروتوكولات يتم التفاوض عليها وعلى المواطن أن يطمئن هذا ما تتحدث به وزارة الموارد المائية تجاه تهديدات الدول الجارة نحن في طور إنشاء محطات ضخم تعزز ديالة بالمياه وخاصة مركز ديالة بعقوبة وتأمين المياه لمحطات الإسالة في التفاوض مع الجانب الإيراني حقيقة هذا الملف نعتقد أنه يحتاج إلى التحريك خلال الفترة القادمة هناك مخاطبات كثيرة عن طريق وزارة الخارجية مع الجانب الإيراني نتأمل أنه ما شهده ملف التفاوض العراق التركي من تطور إيجابي خلال المرحلة السابقة نتأمل أن يكون هذا نفس الشيء يكون موجود بملف التفاوض مع الجانب الإيراني خصوصا في موضوع المياه المشتركة والأنه المشتركة وأيضا حصة العراق المائية من هذه المياه فقرة تفاوضية دائمة بين العراق وجيرانه تركيا المماطلة بملف المياه تحاول كسب الوقت لإنهاء مشاريعها الإروائية اتفاقيات دولية يصعى العراق لتوقيعها وأن لم يتم الاتفاق عليها فقط تأثر من ناسيب المياه في العراق بشكل ملحوظ سيما أنه أصلا متأثر منذ زمن ومع غياب الإيرادة السياسية التي تعتبر عاملا رئيسا في تلك المفاوضات يبقى العراق تحت التهديد الشفاف من قبل الجرتين وهم يمارسون أوراق الضغط لمصلحة أمور تجارية وسياسية داخل الأراضي العراقية ويبقى العراق بلا سيادة في القرار بلا شك أن كل الدولتين تركيا وإيران تستعمل حرب المياه كورقة سياسية في إطار علاقتها مع العراق وفي إطار سياساتها الخارجية للعراق وهي تلجأ لتوظيف هذه الورقة للحصول على أهداف سياسية أخرى كما يحصل بالنسبة لتركيا وإيران سباقهم في الحرب من المنتصر إيران تركيا سلاحهم هو الماء والعراق البلد المستسلم لسدودهم وتغيير مجرى مياههم بلد بات بين فكي طهران وأنقرة وثروات حيوانية وزراعية تستغيث ومخزون مياه قد يجف بأي لحظة دولة ضعيفة لا يمكن لها أن تمزق ورقة الضغط التي اندلعت بسببها حروب أنذاك لتبقى بغداد تحت رحمة خطابات أردوغانية ونداءات إيرانية ضحى همبر الرشيدة